ثقل ثقل الآن في أثناء الثقل هذا لو أعطيتني أمر لفه أبطر أسحب شوي ما قدر أستمر على نفس الثقل ولا بخمنا خاصة نجيه الخارجيين أنا أخذها الدرج مو بدورة كاملة الدرج تدريجين من يوم الفانس تلين تعطيك لتبغاء أو تسحب مستقبل مستقبل الدواعر رف الدواعر الصوت ثم توجيه ثم رجوع لا تسرع بين الدرجين دريج يعني بين كل درج لفه ولفه وقت دواني يمين تشار معت الفرق تقلم دفاعها ولا مع أن كنت متقدم معها بجسمك بس رقباتها بدت تقلتها تكيتها تسحبت شوي وارتخها يعني زي ما تقول رقباتها صارت قدام شوي في البداية كانت لا طاعة ممكن يكون برضى نشاطها لها دور ها نشاطها بكرة واحدة خب صوت وتغيير اتجاه ليش ما قدك استعمل رجله كثير ناسا ما استعمل جسمه قبل شوي ليش يقول السعم رجله كثير من فرش معت السعم يدسمها زيادة امتاز امتاز اذا زودتها اراح دواعي واقف شوي لاحظت كيف زادت سرعتها بس بسبب زادت السرعة وساح خفت ترقبتها بفرت مرة متقدم معه يضرشي راسك عندنا هاي كيف صغر على زيادة متمره قريب منها من حالة هذه لسا كيف حاول تثبت ظهرك الآن تبالغ في التقدم خلي يدك تروح أو خلي يدك تروح يدك كلا لا يروح ظهرك كامل. عندما اقولها. الاساس ان العنان يروح وليد كثابته. ما قدرت حدك يد كل جسمه كثابته. لهذا الاساس. الخبت زين بس بدت تبالغ في السرعة ولا قول الدرج خلي دائرة زادت سرعتها. يعني انا اخد الدرجي ميسا بدت تزيد بدت تزيد. بغا وقت الخلاص. ما بغا تجر. الدرجة نفسها خلي دائرة. او نص دائرة. مجرد نتاخل نص دائرة. رجعت بطيعة ثم رجع الاساس خبت. هل تحس انه ليس بلازم تجر عشان تخفف الخبه. لا. وانتي تخبير. احنا يميهم. احنا يسار. زودت السرعة. تبدو لدوها. نعم. لدي شغلة كباشير بس الفرس عندها هادية هنا فيها دفاع. بارك مستقيم. لا تقدم مرة. لا تقدم نص دائرة مرة. خلي المستقيم. ايوة. اذا بغيت ضبط وضب لك تنادر قدام. لا تطلع اذنها. طلع قدام. ايوة. اكيف ضارك استقام. حتى لو اقتلت وزنك شوي عادي. ممتاز. وقف. وضحت الفكرة مما تطلع قدام وصار. طلعت قدام. ضارك استقام. صحة اقتلت وزنك شوي. بس ينزين شغل يدك. بس ينزين شغل يدك. براك استاعتين اينا. فلسو كده. بسو كده استقام. ممكن ان استقام. حسنا. بفيك. حسنا. ماذا يساب؟ كيف دورة تحب لفة دورة كامل تدور على شيء تدور على كش تدور على فقه اي شيء هناك انت حولتها لفة انت حولت الدوارة لفة الدورة وقدر اضيق الدورة شوين وقدر اوسعها مثلا مستمرتون ما وقفت مستمرين ماشيين اللفة اللي الاهم سويناك بشين توقف وتلوف لفة كامل وشوفك اللفة والدورة اللفة هي نساس يتحكم بالمحور مقوة الدوران يوضح للحصام مدى الاستدادية لتحكم بسرعة الحصام حيث انه ما يزيد وما يقل تحكم بسرعة تردت الحين بس ابغا يعرف انه مبس تحكم بسرعة تردت انت بزايد وانت مقل فلما تاخد دورة وسيعة ويزيد الضيقها يبطل تاخد دورة ضيقة يبطل توسعها يزيد فانا ما اخد سرعة معينة بس ابغا يعرف انه بحدود السرعة الخطوة برضه لي انا خاب الاساس طبعا كثيرا عندك مواكبة مش بما انه ما عندي دقة في مواكبة سوية عندك الدوائر فالثمانين اللفعت للتحكم بالاتجاه لي عند الانقضات ما يعني انتحكم بالسرعة بينما الدوائر مباش فقط اتجاه الهدف منه التحكم بالخطوة انك عادت انه سويت الدائرة اخصان يزيد يخف الخطوة يزيد الهدب او يخف الهدب ما قتلك خفف ابي الشرعة مستمرة لو تسوي الشيدة بالسيارة انقربت لو تقدور دوائر بالسيارة بدون ما زيد دون ما اتقلت انقرب ليش طبعا مين تصميمه بزي الحصان ليش تنقلب اساسا لما تدور دوائرها هل تزيد سرعاتها او تخفف او بصير زي ربع تمشي على تنم وانا ما اقتصار اساسي تسرع انا ما زيدت سرع عشان تعدل نفسها ولا خففت فالطاقة كلها تحول وشه الجهة اليمنى والجهة اليسرى ترفع بس في الخيل لا تركيبة الحصان تقترب عن تركيبة السيارة اللي سيلي انت بغت تسوي في الدوائر بر على شيء قشعة حصات سيارة اذا بغت توخر عنها قربها لها اذا بغت تقرب لها لعدها بش بدون ما تلف مع ان التمرين اللي انت سويته يحلو مع بعض العصايف انهي الدائرة بلفها هيا دورة كاملة ثم انهي الدائرة بلفها انهي الدائرة بلفها انهي تلين الكتف هذا التمرين خاص اشتركوا في القناة